طيب علشان نختم اليوم معاك وما يحدث في الامارات خليني نروح لزاملنا الحقيقة محمد توفيق مراسل قناة النادي الاهلي من الامارات الحقيقة ايضا يقول لنا ايه اللي حصل النهاردة من خلال وجوده في الامارات تفضل يا محمد مساء الخير كابتن اسلام تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل هنا في دبي احتفاء وتكريم كبير جدا للنادي الاهلي النادي الاهلي يفوز بجائزة افضل مؤسسة رياضية عربية يمكن النادي الاهلي طبعا انتصاراته الرياضية لا تنتهي ولكن التكريم المراضي ليه طعم خاص جدا كابتن اسلام ان التكريم جاي عن المجموعة الاقتصادية للنادي الاهلي ومبادرة التمويل الذاتي طبعا في ظل معاناة العالم كله في ظروف فيروس كورونا النادي الأهلي قدر أنه بمبادرة التمويل الذاتي أنه يحقق نجاحات اقتصادية ورياضية عظيمة عشان كده النادي الأهلي اتقرم النهاردة بجائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي يمكن كمان زي مواصف القائمين عن الجائزة مبادرة النادي الأهلي للتمويل الذاتي بأنها مبادرة تستشرف المستقبل ويجب الاحتزاء بها في جميع المؤسسات الرياضية العربية عازو الله كمان كابتن إسلام الأجواء هنا أكثر من رائعة احتفاء أكثر من رائعة بالنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ويلقى الكثير جدا من الاحترام والتقدير والتكريم يمكن شوفنا طبعا كابتن محمود الخطيب النهاردة وجلوسه في الصف الأمامي بجوار ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم رعي الجائزة والشيخ منصور بن محمد الراشد المكتوم رئيس الجائزة ورئيس مجلس دبي الرياضي كمان يمكن التفاف جميع الوفود اللي كانت موجودة هنا وبتكرم حول كابتن محمود الخطيب بعد انتهاء الحفل وحرصهم على التقاط الصور التسكرية معه يمكن كمان كابتن محمود الخطيب كان حريص النهاردة كمان عقب انتهاء الحفل والتكريم نزور الجناح المصري في معرض اكسبو دبي 2020 طبعا ده دور الوطني النادي الأهلي دائما ما يقوم به دور لا يقل أهمية عن دوره الرياضي هو دور الوطن النهاردة كابتن محمود كان حريص على زيارة الجناح المصري وتفقده يعني زي ما بقول الشد من أذر العاملين فيه وتحييتهم على المجهود الرائع المبزول في معرض اكسبو دبي 2020 كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا يمكن جلسات مطولة جدا جميع الوفود يعني كانت جلسة هنا في نفس الفندق مع كابتن محمود الخطيب كل الصحفيين العربين الموجودين للإخوة الصحفيين الموجودين في اللجنة الأعمال الجائزة من جميع الدور العربية تونس الجزائر المغرب السودان الشقيق كلهم كان حرصين على الوجود مع كابتن محمود الخطيب وأخذ حوارات مطولة معه والحديث عن التاريخ والعظيم القرى وكمان التاريخ العظيم اللي ببنيه في الجانب الإداري أجواء أعصر أكثر من رائع كابتن إسلام نتمنى إن شاء الله أنها تستمر ولكن هذه المرة تبقى إن شاء الله في أبو ظبي والنادي الأهلي يحقق نتائج جيدة جدا إن شاء الله في كأس العام الأندية خاصة أن عزو الله كابتن إسلام نهاردة يعني ما فيش حديث يعلو هنا في دبي أو في الإمارات بشكل عام عن الحديث عن وجود النادي الأهلي في أبو ظبي الشهر المقبل إن شاء الله والمشاركة في كأس العام الأندية يمكن أبو ظبي نظبت من قبل والنادي الأهلي ست مشاركات سابقة ولكن دي أول مرة النادي الأهلي هيكون في أبو ظبي الجماهير الأهلوية اللي بيقابلها هنا في كل مكان يمكن الناس كلها متحضرة من دلوقتي من قبل البطولة بشهر منتظر النادي الأهلي تحضرات كبيرة جدا إن شاء الله الله ينقصنا صوى توفيق ربنا وإن شاء الله النادي الأهلي يكون بيقدم نسخة مختلفة إن شاء الله خاصة يعني زي ما الناس كلها بتتكلم وبتقول إن القرع المراد إن شاء الله يكون طريق النادي الأهلي ممهب بشكل أكثر إن شاء الله للمباراة النهائية أجواء أكثر من رأة انتصار جديد للنادي الأهلي يا رب دايما النادي الأهلي في انتصارات ودايما يحظى بالاحتفاء والتكريم في أي مكان يحل فيه النادي الأهلي ويبقى دائما إن شاء الله النادي الأهلي في المقدمة زي ما كان حديث كابتن محمود الخطيب لنا النهاردة إن دايما النادي الأهلي حق أعضاء جماعياتهم هي حق جماهيره إنه يكون دايما على منصات التتويج ودايما يكون رقم واحد دي كانت كل أجواء هنا عندنا في اليوم الختامي للجهزة كابتن إسلامي كما حداك تفضل شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق زي ما قلت لحضراتكم دائما قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل هذه الإيفنتات لأنه النادي الأهلي أو حق لجمهور النادي الأهلي إن هو يشوف كل الإيفنتات على قد ما بنقدر الحقيقة لايف على الهواء مباشرة مع حضراتكم من خلال وجود مجموعة متميزة الحقيقة محمد توفيق وبيومي وبقية الكرو الحقيقة كانوا موجودين النهاردة مع كابتن محمود الخطيب أثناء استلامه أو من أول مبارح الحقيقة والكابتن الخطيب في الإمارات وهم متواجدين معاه ودائما ما يكون أو ما تكون قناة النادي الأهلي متواجدة في كل شيء